السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هاد الفيديو رحين نحلو ونشرح درس وتمرين صفحة 34 سنة اولى ثانوية الشعب نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو مع الشرح انتحى والحلول يفيدوكم وتستفادوا معلكم غير تتبعوا معايا الفيديو للاخير نبدأ على بركة الله بسم الله عدنا هنا نقرأ واح ونشرحوهم بعد نحلو التمرين نستعملوهم باش نتحطو على زوج حوال for example I can write and read اوكي نقدر ندير ذيك ونقدر ندير ذيك ولا ما نقدرش ندير ذيك ولا ما نقدرش ندير ذيك المهم both and neither nor either or نستعملوهم باش نحكيوا على زوج حوالي نربطو زوج حوالي مع بعضاهم we can also use both of neither of and either of when we use of we always need the these those my your them us us both of you both of you but neither of those either of us نستعملو معهم هذو the these those my your and them ما نستعملوهم مش مع either or وحدها نستعملوها مع both of neither of either of number two join the pairs of sentences below with both and neither nor or either or make the necessary changes عدنا جمل راح نربطوهم بهاذ a linkers ونديروا التغييرات التغييرات عفوا التغيير اللازمة هشام is not late for class فاتما is not late for class فاريد likes learning languages فؤاد likes learning languages we can leave today we can leave tomorrow our classroom is clean our classroom عفوا is beautiful I don't smoke I don't play cart اذا هذو الجمل a and b رايحين نربطوهم باستعمال هاذ ال linkers كي نربطوهم مكاش تغييرات بزاف ولكن احذروا وينتحطو هاذ الروابط نحلو التمرين مع بعض ونشوفو الحل انتهعوا عدنا neither هشام is late for school nor فاطما is لا هشام ولا فاطما ارا هم متأخرين على المدرسة both في زوج مع بعض فريد انت فؤاد like learning languages في زوجي يحبوا يتعلموا اللغات we can leave today or tomorrow نقدروا نغادروا اليوم ولا غدوة او our classroom is clean and و beautiful قسمنا نظيف وجميل i either smoke or play card يا ندخن ولا نلعب البطاقات واحدة فيهم هذا هو الحل انت التمرين ومبعد عندكم هنا يا رسومات فقط تقروهم the teacher says i have to write more clearly that's a good idea but then smells no i can't spell spell اوكي عدنا هنا مارفن one of the nicest things about meeting other babies وشنو هو is there is never any language barrier قال لك الحاجة المليحة انك باش كين تقابلوا البيبيز هو انه مكاش لغة حاجز بيناتنا ما عندهم حتى لغة حاجز بيناتنا اذا هذا هو الحل تعال التمرين وهذه الرسومات فقط مرة على مرة يدروهم باش يرفه عليكم في القسم نتمنى ان شاء الله هذا الشرح تاع صفحة 34 مع الحل انتاحة يفيدكم وتستفادوا هذا وش فيها صفحة 34 81 مع القاعدة انتاعو ان شاء الله تكون واضحة وفهمتوها نتمنى ان شاء الله ربي يوفقكم وينجحكم ويفرحكم ويفرح والديكم نتلقى في فيديوهات قادمة ان شاء الله اترككم في رعاية الله وحفظه